أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أغلل كثيرا من الناس فما تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تعوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نقفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإساق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا في لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما نوخرهم ليوم تشقط فيه الأبصار مهطعين مؤنعين لا يرتد إليهم رؤوسهم وأفئدهم هواء صدق الله العظيم أفئد حقا أفئد حقا